الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 21 أكتوبر تطورات كتير ومهمة حصلت مع المنتصر في الأمس بتمنى تتابعوني حتى أن هي كي لا تفوتوا أي معلومة بداية نحن نبدأ بمنطقة خيرسون حيث تواصل الكوات الروسية قصفة لانتشار الكوات الأوكرانيين التي استطاعت التوغل والتغلغل داخل بلدة كرينكي تحديدا عند هذه النقطة توغلت داخل المناطق السكنية المنطقة السكنية داخل البيوت والمنازل تحاول الكوات الروسية القصف من مدفع الصاروخ بسلاح الجو ولكن لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إخراج الكوات الأوكرانية من هذه المنطقة السكنية ضغط كثيف تتعرض لها الكوات الأوكرانية في نفس الوقت بالمنطقة هون مقابل بويما وبيشانيفكا تحاول الكوات الروسية تسعى لكصف مستمر طوال الوقت لمنع أي تقدم للكوات الأوكرانية باتجاه هذه المناطق طبعا بتلاحظون على الخريطة السيطرة بالمنحمر هي سيطرة للكوات الروسية الخطوط الحمراء اللي عم تشوفوها وتشاهدونها حاليا هي خطوط دفاعي قامت ببناء الكوات الروسية لحماية من أي هجوم أوكراني من الضفة الكبرى التي تسيطر عليها أوكرانيا باتجاه الضفة التي تسيطر عليها الكوات الروسية عمليات الكوات الأوكرانية لم تتوقف أو لم تكتصر فقط على هاتين المنطقتين إنما أيضا باتجاه منطق داشي كوردوسر أنتونيفيسكي تسعى الكوات الأوكرانية تقدم ولكن طوال الوقت تتعرض لكصف روسي في هذه النقاط تحديدا إضافة وأيضا مقابلة البريستان هناك كان بعض المحاولات للكوات الأوكرانية للتقدم أو عمليات إنزال ولكنها باعت بالفشل لم تنجح إطلاقا أما بخصوص محور زابوروجي فكان أنه بالأمس هدوء رهيب ولكن صباحا تخلل هذا الهدوء هجمات كبرى للقوات الأوكرانية إحداها في اتجاه كوباني تحديدا حيث حاولت عدة أرتال للكوات الأوكرانية تقدم باتجاه كوباني ولكن كان يتم قصفها بالطائرات بدون طيار الروسية استهداف هذه الأرتال عن بعد وعندما كانت تصل هذه الأرتال إلى الخطوط الأمامية كانت تحدث اشتباكات ولكن حط اللحظة لا معلومات حول حجم الضرر أو الخسائف في صنف الطرفين ولا معلومات حول أي تقدم للكوات الأوكرانية أو تراجع للكوات الروسية أيضا هجوم آخر كانت تتعرضت له بلدة فيربوفي من الكوات الأوكرانية حاولت عدة مجموعات من اللواء 82 واللواء 71 التقدم باتجاه فيربوفي ولكن أيضا تعرضت لكصف بالطائرات بدون طيار الأوكرانية ما منع تحقيق أو إحراز أي تقدم أمر لافت آخر أحبيه كان عم بيصير باتجاه نوفو بروكوبيفكا حاولت القوات الأوكرانية التقدم أو حركة تحرك عبر منطقة الغابات هنا باتجاه نوفو بروكوبيفكا إلا أنه كان في ضربتين للقوات الروسية ما أوقف هذا التحرك ننتظر ربما في الساعات القادمة أو في الفترة القادمة قد يكون هناك وجوم جديد للقوات الأوكرانية باتجاه نوفو بروكوبيفكا أما بخصوص محور جنوب دونياتسك فالمعارك بعدها مستمرة الطرفين عم بيتحركوا بطريقة بطيئة ومساحات ضيقة كما رأينا بالأمس سيطرة القوات الروسية على هذه النقطة الشمال غربي برويوتني إضافة لذلك سيطرة القوات الأوكرانية على هذه النقطة غربي نوفو دونياتسك بالمنطقة هنا أيضا وأيضا باتجاه أجلدار كان هناك قصف عنيف بعد منتصف للأمس للكوات الأوكرانية للكوات الروسية باتجاه مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه نوفو مخيليفكا لدينا معارك كثير قوي عم تخوضها القوات الروسية تسعر التقدم مثل ما ذكرنا سابقا من عدة اتجاهات نحو المدينة ولكن لديهم الكوات الروسية مشكلة هذه المنطقة تحديدا عليهم معالجتها قبل أن يتقدموا بشكل كامل معدة اتجاهات نحو نوفو مخيليفكا أيضا باتجاه مريكا كان هناك ضغط للقوات الأوكرانية باتجاه المواقع القوات الروسية هذا الموقع الذي سيطرت عليه الكوات الروسية سابقا استعادته الكوات الأوكرانية يعني هنصر منطقة أوكرانية ولكن فينا نقول ما تم التثبيت فيه مئة بالمئة لذلك ننتظر التثبيت لتغيير خريطة السيطرة في مارينكا أيضا باتجاه كراستونيفا كان هناك محاولة تقدم من الكوات الروسية على طول هذين الخطين انتراكا من المنجم هنا وأيضا من هذا الخط ولكن لا جديد حتى هذه اللحظة حول إحراز أي تقدم روسي نأتي إلى أفديفكا أحبائي مثل ما عم تشوفوا أفديفكا برجع بذكر الكوات الروسية شنت هجوم ضخم جدا باتجاه مكاب النفايات طبعا مكاب هذا النفايات عم نحكي نحن عن مساحة نحو يعني مساحة كبيرة هو مكاب نفايات صلبة ليس مكاب نفايات منزلية مرتفع هام يشرف على الطرقات داخل أفديفكا كما تلاحظون بالمنطقة هون هذه خط سكة الحديد يشرف على هذا الطريق وبالتالي قادرين القوات الروسية في حال سيطروا عليه يشرف على طرق الامدادات إلى داخل أفديفكا طبعا هذا اللون الأصفر هذا خط اندادات أيضا للقوات الأوكرانية باتجاه أفديفكا من الخارج إذن موقعه كثير هام موقعه كثير فعال في حال سيطرت عليها القوات الروسية لرصد التحركات واستهداف القوات الأوكرانية في داخل أفديفكا وقطع الامداد عنها نفس الوقت تقوم القوات الأوكرانية الروسية بهجوم باتجاه المعسكر في هذه النقطة ولكن لا جديد حتى هذه اللحظة شنت القوات الأوكرانية هجوم مضاد باتجاه فوديان مكنها من استعادة السيطرة على بعض المواقع أو دفع الروس تحديدا بشكل دقيق للتراجع كانت القوات الروسية تسيطر على كامل هذه المساحة ولكنها تراجعت إلى هذه المساحة فقط أيضا باتجاه فوديان باتجاه بيرفومايسكي وهون كانت القوات الروسية تخوض معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية دون إحراز أي تقدم برجو أذكركم أحب به بوتين كان مجتمع مع قيادة عمليات أفضيفك العسكرية كان عم بيشوف شو السبب باللي حصل من خسائر بصفوف القوات الروسية فلذلك تسعى القوات الروسية لإعادة تغيير بعض الأمور لإعادة تنظيم صفوفة وإعادة شن عمليات هجومية ولكن هذا الأمر يحتاج وقت طبعا مع وضع خطة جديدة أما الكوات الأوكرانية فتواصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تسعى عبر هذه التعزيزات لإستعادة بعض المواقع التي خسرتها بالفترة الماضية تحديدا غير بالسك الحديدي يعني هذا الخط هو السك الحديدي تسعى الكوات الأوكرانية لإستعادة هذه النقاط هنا تحديدا وتسعى لاستعادة السيطرة على مكب النفايات المهم المشرف على المنطقة إذن المعركة ليست سهلة مواطق محسنة منذ عام 2014 ننتظر ما الذي سيحصل لاحقا أحبائي بتمنى منكم ما تنسوا الانضمام إلى القناة الاشتراك في القناة ودعوة أصدقائكم للانضمام إليها طبعا أيضا بخصوص جنوب باخمت فالمعارك مستمرة بدأ صباحا الهجوم الأوكراني باتجاه كليشيفكا تحديدا على طول هذه النقاط هجوم كبير تتعرض له مواقع القوات الروسية في هذه النقطة ولكن حتى اللحظة لم يبرز أي تقدم للقوات الأوكراني ننتظر مزيد من التفاصيل ربما في فيديو المساء قد يكون هناك معلومات إضافية حول هذا الهجوم الأوكراني هل نجح الفشل أم هل تراجعت فقط القوات الروسية دون إحراز أي تقدم للقوات الأوكراني أيضا وأيضا باتجاه مكييفكا في المنطقة هنا لم يكن هناك أي تطور جديد رغم محاولات الهجوم الروسية باتجاه البلدة لم تصفر عن أي تقدم إطلاقا لقوات الروسية أما بخصوص كوبيانسك وبعض المناطق فالمعارك بعدها مستمرة الوضع منه سهل أبدا اشتباكات عنيفة اشتباكات ضارية على انتداد المنطقة من تبايفكا كوتلياريفكا كسيليفكا بيترو بافليفكا حتى كوبيانسك منتظرين أي نتائج ربما أيضا بحول مساء قد تظهر أو قد لا تظهر أما بخصوص خاركيف فقد وردت معلومات عن حشد نحو 20 ألف جندي روسي في المنطقة أو في بلغوراد ننتظر إن كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا ولكن طبق معلومات غير مؤكدة أحبائي كما ترون الوضع ليس سهلا أبدا أحيانا تكون هناك جبهات هادئة ومن خلفها هناك أعمال نشطة استعدادا لهجوم أكبر وأحيانا هناك هجمات مستمرة دائما كما ترون في خيرسون في أفدييفكا في بخمود وفي محور كوبيانسك كريمنايا سفاتوفو إذن ننتظر جبهة أوكرانيا واسعة جبهة أوكرانيا كبيرة أما بخصوص التمويل لأوكرانيا نحو 61 مليار دولار فبما أنه تم عزل رئيس الكونغرس الأمريكي والشخص المستلم حاليا بالوكالي لا سيدي صلاحية الموافقة على هذا التمويل إذن ننتظر أوكرانيا تعيين رئيس مجلس نواب أمريكي جديد لموافقة عليه لإرسال الأموال اللازمة إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية وإنسانية وغيرها أحبائي مشكورين لوقتكم لما حبتكم وثقاتكم وأتمنى منكم دعوة أصدقائكم لانضمام إلى القناة ولا تنسوا الدعم المادي القناة كانت مستمرة بدعمكم ماديا ممكن تضعوا بالتعليقات رؤيكي في طريقة الدعم المادي للقناة وأنا بيرد عليكم مشكورين لوقتكم لمحبتكم وثقاتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر